نحن نرتب علاقاتنا بطريقة حضرية على أساس القانون الدولي والاتفاقات التي أبرمناها ونحن نتمسك بجانبنا من الصفقة ونأمل أن تكون المملكة المتحدة مسؤولة بما يكفي لالتزام بالجزء الخاص بها ولكن في هذه المرحلة يبدو أن خياراتنا مفتوحة ولكننا نريد أن نحافظ على الأمل حتى اللحظة الأخيرة عقد التفاق لا يزال ممكنا لأنه سيجعل من السهل قروج المملكة المتحدة النهائية من الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على العلاقات بين الجانبين